أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراء بمعادلات تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير مدينة شرم الشيخ في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الدورة السبع والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ جاء ذلك خلال اجتماعين مع محافظ جنوب سيناء خالد فودل متابعة موقف تنفيذ مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ وشدد مدبولي على ضرورة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بأعلى مستوى من الجودة وفقا للمعايير والمواصفات المتبعة وأن يتم متابعة تنفيذ الصيانة لمشروعات الطرق بشكل دوري للحفاظ عليها والسدامتها